ولتفاصيل أوفى مشاهدين عن هذه المجهودة تنضمينا مباشرة من ريف إدلب المتطوع في الدفاع المدني عبدالكافي كيال أستاذ عبدالكافي بداية أهلا بك في هذه المساحة الإخبارية على شاشة تلفزيون سوريا إذن جهود كبيرة أموم بها في الدفاع المدني من أجل مساعدة الأهالي في المخيمات لو تضعنا في تفاصيل الوضع الإنساني مع استمرار هذه العاصفة المطارية السلام عليكم ورحمة الله تحية لكم والأسادة المشاهدين في الحقيقة منذ ليلة البارحة وصباح اليوم كان هناك هطولات مطارية عنيفة خلفت أضرار كبيرة في الأبنية وفي المخيمات وفي أقبيط أيضا الأبنية في محافظة إدلب وفي أريافها الشمالي والغرب بالإضافة إلى مناطق أطمي وأرياف حلب ومناطق الباسين والمناطق التي ذكرتموها في تقريركم في الحقيقة الوضع كان هو يعتبر وضع كارثي في الليل وصباح هذا اليوم حيث أن الأمطار كانت غزيرة وكانت مفاجئة وكانت عاصفة جدا أدت إلى بعض الأضرار على مستوى هذه الأبنية بالإضافة إلى سد قنوات أصرف الصحي التي لم تعد تقوم بتسليق المياه التي تدفقت بسبب هذه الأمطار الهطولات المطرية أيضا أثرت على المخيمات بشكل عام أدت إلى اقتلاء عدد من المخيمات وأدت إلى تضرر عدد من المتركات لأهالي المخيمات الذين هم في الأصل نازحين كانت قد هجرتهم على الخصف والإجرام قبل النظام وهم الآن في مخيمات تعتبر غير مؤهلة لصد هذه العواصف المطرية ولهذه الأضرار التي تخلفها العواصف المطرية في بداية هذا الشتاء هذا العام يعتبر بداية العام وغالبا في بداية العام تكون الهطولات المطرية عنيفة وتكون مضرة في بعض أيضا المحاصيل في هذا الوقت هناك أيضا موسم قطاف الزيتون هناك تضرر على مستوى بعض سبل العيش لأهالي المزارعين وأيضا كان هناك إغلاق لبعض الطرق وبعض بداخل المدن وأدت أيضا هذه السيول المطرية إلى تعطل بعض قنوات الصرف الصحي وضرر في البنية التحتية بشكل عام بالإضافة إلى هناك كانت أضرار ببعض المرافق الحيوية على مستوى المدارس هناك أكثر من المدرسة كانت قد تعرضت لهذا الفيضان وأدت إلى طوفان بعض الأقبية فيها وبعض الصفوف المدرسية بالإضافة إلى بعض أيضا المشافي فرقنا استجابت لهذه الكارثة منذ حدوثها مباشرة أكثر من عصر فرق كانت تعمل في الميدان قامت بسحب المياه بشكل عام التي كانت تدخل إلى الأقبية وقامت بإخلاء بعض أيضا الأهالي القاتلين في هذه الأقبية بالإضافة إلى أيضا سكان المخيمات قامت فرقنا بإخلاء بعض هذه الأهالي الذين يقضلون هذه الخيم وهي تكاد أن تقيهم في الصيف كانت حرارة الجو اليوم لم تقيهم أيضا كسافة هذه الأمطار والهطولات والفيضانات المطرية لا تزال فرقنا إلى الآن تعمل على تأمين الطرقات وفتحها وتعمل تأمين الأهالي الذين كانوا قد ضرروا بسبب هذه العواصف المطرية طيب ما العوائق التي يواجهها متطوع الدفاع المدني في الاستجابة لنداءات الأهالي في المخيمات في الحقيقة المخيمات التي كانت قد تعرضت لهذه الأضرار من العاصفة المطرية كبيرة وأغلب المخيمات تعتبر تربتها طينية مما أدى إلى انزلاقات كبيرة وأدت إلى صعوبة بعض الفرق للوصول إلى هذه المخيمات بالإضافة إلى أنه في صباح هذا اليوم كان هناك صعوبة في تأمين أماكن إيواء سريعة لهؤلاء الأهالي الذين يقتلون هذه المخيمات بسبب أنهم يقتلون في بعض المخيمات وهي تربة زراعية بين الأشجار بعض المخيمات أيضا كما ذكرت تعتبر غير مؤهلة لأن تكون معدل السكن حيث أدت أيضا بعض الخيم إلى الاقتلاع بسبب العاصفة المطرية ولم يجد هؤلاء الأهالي مأوى قامت فرقنا ما أمكن بتأمينهم إلى أماكن إيواء مؤقت وإيضا إيصال بعض الأهالي إلى أقارب لهم يلجأون إليهم حتى حلول هذا الصباح بالإضافة إلى أن المخيمات كان هناك صعوبة في الطرقات لأن تكون مؤهلة تسمح لهم في التنقل وفي الترحال من جديد كما ذكرنا هؤلاء المخيمات هم بالأساس نازحين كانوا قد تهجروا والآن أيضا العواصف المطرية زادت الكارثة الإنسانية في الحقيقة وأدت إلى أضرار ممتلكاتهم وما يقتنوه من بعض الحوائج البسيطة التي كانوا تقيهم من برد الشتاء وبعض أيضا الفرش والمدء البسيط الذين كانوا يتكئون عليه فرقنا عملت ما أمكن على تخفيف مأساة هذه الكارثة الإنسانية على المخيمات في الشمال السوري بشكل عام شكرا لك على كل هذه التفاصيل وهذه المستجدات كنت معنا مبشرة من ريف إدلب المتطوع في الدفاع المدني عبد الكافي كيال